موسيقى السلام عليكم مرحبا بكم في القناة وفيديو جديد اليوم ان شاء الله سنحضر مع بعضيتنا مجموعة من الوصفات الصيفية اللي هي خفيفة اقتصادية سريعة التحضير الديدة وايضا صحية كنتمنى ان شاء الله الفيديو يجبكم وتتفضوا منه ونبدأوا بسم الله اول حاجة غنشعر الفران على درجة حرارات 375 فارنهايت او 190 سلسيوس غنوجدو القالب ديال موفنز اما اندهنوه بالزبدة ونرشوه بالدقيق او نمنو في هاد الكويغتات هادو هاد الوصفة هادي غتعضينا 12 حباء من الموفنز من الحجم المتوسط واحد القيدر الكبير او ممكن تستعملو القصعة او البول ديال العجانة غنموضع واحد الحباء ديال البيض من الحجم الكبير غنضيف عليها كوب معياري او تقريبا 240 مليليتر ديال الياغورت الطبيعي طبيعي يعني غير منسم ممكن تستعملو الياغورت اللي فيها نسمة ديال فاني غنضيف ربع كوب معياري او 80 مليليتر ديال زيت النباتية اللي عنده الفانيلا السائلة يزيد هنا يوحد الملعقة كبيرة غنبدأ العبار ديال الدقيق اللي هم جوج كؤوس معياريين لتقريبا 160 جرام من الدقيق الابيض الخاص بالحلويات غنوضعو الدقيق فوحد القدر ببحدة او واحد زلافة ببحدة غنضيفو السكر اللي هو نصف كوب او 100 جرام غنضيفو نصف ملعقة صغيرة من البيكن السودا ملعقة وربع من البيكن باودر او الخميرة الحلوة وربع ملعقة صغيرة من الملح وهنايا ضيفت جوج معالق صغار ديال سكر فاني لان ما بقتش عندي الفانيلا السائلة غنحركو هدل العناصر الجافة مع بعضيها البعض جيدا ممكن انغربلوهم او ممكن هكتنستعملو الخلاط اليدوي هنايا غنضيف كوب معياري ونصف ديال التوت الازرق كان عندي انافل مجمد من الاحسن الى توفر عندكم استعملو الطري ولكن حتا المجمد هو اصلاح غنضيفو العناصر الجافة الى العناصر السائلة ونحركو باستعمال المملاقة خشبية ولا السباتولا حتا نحصلو على خليط حال هكدا اللي كيكون هو تقيل شوية نحاولو من هرسوش هدوك البلو بيريز او التوت الازرق بزاف يعني نخلطو غير بشوية بشوية غنستعمل هنايا هاد الالة هدي ديال الايس كريم ممكن استعملو معلقة كبيرة طبعا وغنعمر هدوك الاوراق ديال المفنز كويسات الورقية ديال المفنز بالخليط اللي حضرناه خلط المفنز الفراني طيبو من 15 ل 20 دقيقة هنحضروا ايضا واحد سلطة ديال البطاطس الامريكية عندي هنية تقريبا واحد كيلو ديال البطاطا اللي غنغطيها بالمبارد وغنعملها تسلق ممكن ايضا تقطعو تقشرو هات البطاطا وتقطعوها قطع صغيرة وتسلقوها كتاخد وقت اقل انضيف ملعقة صغيرة ديال الملح وكيف ما قلت غنردو اتسلق حتى تسلطي بالبطاطا ولكن ما نخلي واش حتى تتهرب الساف سلطة التانية اللي غد نحضره هي السلطة ديال لسان الطير اللي هو هدا عندي هنا هي كوب ونصف ممكن تستعملوا الكيميا اللي بغيتو او الحاجة غنوضع المبارد في واحد طنجرة صغيرة او كسرونة وغنخليه احتيه هلم زيان غنضيف له معلقة صغيرة ديال الملحة وغنزيد عليه لسان الطير الناس اللي ما عندهم مش لسان الطير ممكن تستعملوا اي نوع من الباستا متوفرة عندكم من الاحسن تستعملوا شي باستا اللي تكون صغير الحجم دياله غنبدو بتحضير الخضر اللي غن نخلطها في هاته السلطة ديال لسان الطير عندي هنا هي ثلاثة ديال الحبات ديال الخيار الصغير الحجم غنستعمل هاد الجبن هدا الجبن التركي اللي هو تقريبا تماما في حل الجبن ديال الفيطة ونستعمل تقريبا واحد كوب كتبقى الكيمية على حسب الرغبة الناس مك يعجبو مش الجبن ديال الفيطة ممكن استعملوا الجبن ديال موزاريلا اه اللي سان الطير صافي ها هو تسلق اه صفيته من الماء وخليتي يبرد الخيار قطعته وجدت باقي العناصر اللي كتشوفو هنا يا بالنسبة للجبن غنحتفظ به ما غنضيفه اجدابا حتى نبغي نقدم هات السلطة هادي وعدها نضيفه من الفوق ايضا عندي هنا هي تقريبا واحد زليفة صغيرة ديال السلطة تهيه غنخليه حتى الاخير من نبغي نقدم هات السلطة عاد غادي نضيفه باش تبقى محافظة على القرمشة دياله هنا يا ضفت لسان الطير الحمص المسلوق الخيار نصف حبه ديال البصل الاحمر وتقريبا نصف كوب ديال الزيتون الاسود هاد العناصر هادي ممكن تضيفه وتنقصه مننا يعني لكي يجبكم الخيار زيده منه ما كتعجيكم مش البصلة نقصه منك يبقى تشي مسألة اختيارية هنا يا عندي جوج مطيشات او حبات ديال الطماطم اللي قشرتهم حيث له مزرعة قطعتهم قطع صغيرة وايضا حباء ديال الفلفل البرتقالي إلا عندكم هذيك تشيري توميتوز او هذيك الطماطم الحمراء الصغيرة ستعملوها كجلديدة احسن في هات السلطة هذي غنخلط مزيان هذي الخضر هذي مع بعضياته غنضوفي تحضير الفينيغريت او السلصة ديال هات السلطة عندي هنا يا جوج حبات صغار ديال التوم حكي توم ايضا تقريبا ربع ديال المعالق ديال الحامض غنضيف ضيف كيمية الحامض ديال زيت الزيتون يعني تمانية ديال المعالق كبار بدنحرك مزيان غنضيف الملح طبعا ملاقة صغيرة غننسم هات السلطة هذي بشوية ديال البصل الجاف شوية ديال السيبولات الجافة وايضا شوية ديال الزعتر اليابس اللي غنحكو بنيدي الفينيغريت ممكن تبدلوها على حسب الضوقة ديالكم على حسب يعني المواد اللي متوفرة عندكم غنخلط مزيان وغنصب هات السلطة هذي فوق السلطة غنحرك مزيان وغنوضع هات السلطة هذي في الثلاجة حتى الوقت ديال التقديم هات السلطة كلما يعني كلما حضرناها مسبقا كلما الطعم ديالك يجيزوين يعني هاد العناصر هذي كتتخلط مع بعضياته كتتخلطه واحد الماداق الديد وختشوفوني حضرت هنا واحد الكيمياء كبيرة لانه خاك تشيط كتبقى كيفما قلت الطعم ديالك يتحسن مع الوقت مني كان وضعها في الزلاجة الموافنز ديالنا ها هو طاب هنخليه يبرد تقريبا نحط خمسة ديال الدقائق إلا شفتوها السقات من الفق كنخدو واحد الموس وكب شوية بحاذا رح تتبرد طبعا الموافنز وكنفكو هذي الحباء ديال الموافن من المول هنفتح لكم هنا واحد الحباء تشوفوها كيجات من الداخل هاد الموافنز هادو من الاحسن انه نوجدوهم في الصباح بكرين نوضعوهم في الزلاجة كيجيو زوينين ويعني مون عيشين نكن ناكلوهم باردين وممكن طبعا ناكلهم مباشرة فبنك يكون البرد مني الله نجبدوهم الفران كيجيو احسن ولكن بما انه دا با الصيف والحرارة احسن انه نوضعوهم في الزلاجة البطاطا ديالنا ها هي تسلقات بالنسبة ضروري ما نقشروها وهي سخونة الناس اللي ما كيقدروش يهزو السخونية ممكن توضعو الحباء ديال البطاطا في هات المين ديال المطبخ في حال هكدا وتقشروها باش نتفادو الحرارة الناس اللي ما كيقدوش على السخونية غنقطعو هاد الحبات ديال البطاطا قطع صغيرة كيف ما قلت ضروري ما نقطعوها هي بقى سخونة وايضا ما نسلقوهاش حتى التهرى وتفرتت يعني ضروري ما بتبقى محافظة على شكل ديالها غنضيف هنايا تقريبا اربعة ديال معالق ديال العصير ديال الكورنيشو يعني هذك العلبة ديال الكورنيشو اللي كنشريوها القرعة هذك المدية لك يتبل هاد البطاطا هذي بوحد طريقة لديدة بزاف ضيفت ملعقة كبيرة ديال المطارد غنخلط مزيان وطبعا غنضيف شوية ديال الملحة وغنحط هاد السلطة هاد أدول جزء اللول يعني باقي غنضيفه لأشياء أخرى ولكن في هاد الوقت هاد بغينها تشرب هذك العصير ديال الكورنيشو ايضا المطارد فغنوضعوها في تلاجة حتى تبرد مزيان غنحضروا ايضا واحد الخبز غنطيبوه فوق المقلع الساهل اللي ديد بزاف عندي هنايا واحد الكوب معياري ديال الحليب اللي سخنته في الميكورون تسخن مزيان غنضيف له كوب ديال كاس يعني اللي كان شريواه ديال الياغورت الطبيعي وجوج معالق كبار ديال الزيت النباتية هذك الياغورت بارد فمنكن سخنو الحليب كي سخننا الياغورت غنضيفه ملعقة كبيرة ديال الخميرة الفورية وتقريبا ثلاثة ديال معالق كبار ديال الدقيق ملعقة صغيرة ديال السكر غنخلطو هاد الخليط هادا وغنخليواه يختامر ويتفاعل تقريبا واحد عشرة ديال الدقائق عاد نكملو الوصفاء ديال الخبز ديالنا غنضيف اربعاء ديال الكؤوس معياري ديال اه دقيق الابياد ممكن ستعملو في القياس يعني القياس ديال الخبز ماشي ضروري نتنكو نتقايدو بالكؤوس المعيارية ممكن ستعملو زلفة صغار ضيفت نصف ملعقة صغيرة ديال باكين باودر وملعقة كبيرة ديال الملح وغنخلطو مزيان ممكن تغربوه الدقيق او ممكن ستعملو هاد الخلط هادا اليداوي غنضيف الخليط اللي حضرناه ديال الحليب والياغورت الطبيعي والخميرة والزيت غنستعمل انا سباتيولا غنضا نحرك في حال هاكدا حتى تشرب دقيقي تشرب هاداك الخليط السائل ممكن تستعملو ملعقة خشبية او ممكن تستعملو يدكم بمباشرة غنضا نضيف المدافي بشوية بشوية حتى نحصل على لوهة العجينة اللي تكون رخوة وقتلصق ممكن تستعملو العجانة انا فضلت هنا يا انا عجين بيدي كنرشو سطح العمل بشوية ديال الدقيق ما نكتروش من دقيق باش ما تقصحناش العجينة وتبقى رطبة وكندلكوها مزيان وحتى قريبا واحد عشراء ديال الدقائق حتى نحصلو على لوهة العجينة اللي كتكون رطبة ممكن تلصقش بزاف ومطاطية غنوضع شوية ديال الزيت الزيتون يعني تقريبا واحد رسل معلقة هنا يدهنت البول اللي جينا بشوية ديال الزيت النباتية او زيت الزيتون غنغطيها ونخليها تخمر تقريبا واحد ساعة حتى يضعف الحجم دياله هنا غنكملو الصلطة ديال البطاطس من بعد ما بردت مزيان غنضيفولها تقريبا جوج معلقة كبار ديال البصل المفروم جوج معلقة كبار ديال الكرافس يعني لعواد ديال الكرافس مقطعين قطع صغيرة وايضا عندي هنايا اربعة ديال الحبات ديال الكورنيشون غنضيفهم ايضا لهاد البطاطا هادي الحاجة اللي زمينا في هات السلطات هو اننا ممكن نحضرهم مسبقا يعني نحضرهم في الصباح او في الليل وهكذا نكونوا يعني تخلصنا من العمل وجدنا كل شي مسبقا غنوضع تقريبا ربعة ديال معلقة كبار ديال المايونيز وغنحرك مزيان وكتصبح هات السلطات هادي جاهزة ايضا هاد شلادة هادي ديال البطاطا كلما قلزت في تلاجة كلما الطعم ديالك كيتحسن وكتجي احسن دابا غن نقدم لاشا غنضيف الخص اللي كنت وريده لكم في الاول السلطات ممكن تستعملوا ايضا السبانيخ كيجي الديد في هات السلطات هادي غنحرك مزيان وغنضيف اخيرا هاد الجبن ديال الفيطة او الجبن التركي كيف ما قلت لكم الناس اللي ما كيجبو مش هات الجبن هادا او كيبغوا يتفادوا الملوحة لان هات الجبن هادا مالح شوية يستعملوا الجبن ديال الموزاريلا غنحرك مزيان والسلطة ديالي ها هي جاهزة بالنسبة للخبز ها هو خمر وضعف الحجم ديالو غنضغط عليه فحل هات الطريقة هادي باش نتخلص من الهواء اللي كي تكون في الداخل ديالو غنرش لسطح العمل بشوية ديال الدقيق وغنقسم الاجينة الى قطع صغيرة على حساب الى قطع الخبزة يجوكم كبار كبروا من الحجم ديال اللي جينا الى قطعهم صغار صغروا منهم انا غنعملهم مت وسطين غنشكلهم على شكل كرات ملساء فحل هاكدا غنخليهم يرتاحوا واحد عشرة ديال الدقائق وغنضو نطلق فيهم فحل هاكدا اللي شفتنا اللي جينا ما طلقتش مزيان نطلقوها شوية نخليها ترتاحوا واحد شوية ونعود ونكمله انا غنطيب هاد الخبزة هادو في المقلة التقيلة ممكن تستعملوا اي مقلة كبيرة عندكم حتى ديال الدو ممكن ايضا تعملهم في الفران الى بغيتو نطلق الخبزة في حالة تشكل هذا على شكل بيضاوي سخنت المقلة التقيلة على درجة حرارة متوسطة وغنضو نطيب هاد الخبزة هادو كنوضعهم ونخليهم واحد دقيقة تقريبا كنشوف هادوك الفقاعة تبدو كيبانوا وغنضا نقلب فيهم هاد الخبزة هانو انا غنضي ندهنهم بشوية ديال زيت الزيتون ممكن ندهنهم بالزبدة الندوبة او يعني تمرروا لهم قطع ديالزبدة كتم الفوق كيعطيهم اللون الجميل وايضا الطعم كيف ما قلت انا ضفت شوية ديال زيت الزيتون وغنضهنهم وغنقا نقلب فيهم حتى يطيبوا ويتحمرهم زيان الا بغيتو هم يتنفخوا لكم هاد الخبزة تخليهم يخمروا مرة تانية قبل ما تطيبوهم يعني في حالة شكل ديال البطبوط غنقا نقلب فيهم حتى يتحمرهم زيان وصافي غنحيدهم من فوق البوطة غنجهز اخيرا واحد صلطة ديال دلاح وايضا البطيخ الاخضر غنضيف صلطة عادية يعني قطعت مقطع صغيرة غنضيف ورق النعناع للتزيين وهذا هو العشا ديالنا او الوجبة ديالنا جاهزة الخبز اللي حضرناه معاكم فوق المقلة صلطة ديال اللي سنطير بالخضر الطازجة والجبن ديال الفيطة صلطة البطاطس وايضا الصلطة ديال او ماشي صلطة الفواكه اللي قطعتها معاكم وطبعا ما ننسوش المافنز ديال البلو باريز كانت منها ان شاء الله الفيديو ديال اليوم يكون اجبكم واستفتوا منو يقولكم شا هي طيبة وان شاء الله نتلقاو في الفيديو القادم السلام عليكم اشتركوا في القناة